بتنقض عجيب يتعاطى المجتمع الدولي مع تعقيدات المشكلة اليمنية فبينما يواجه الشعب اليمني عموما تداعيات جائحة الانقلاب منذ نحو ستة أعوام والتي أودت بالشعب إلى ما يعانيه الآن تبرز من حين لآخر تصريحات دبلوماسية هي أقرب للمناورة منها إلى الواقعية لم يكن موقف المجتمع الدولي جادا ولا حاسما تجاه إعلان المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لما يسمى الإدارة الذاتية للمناطق الجنوبية كان على ما يبدو يراعي مصالحه مع التحالف السعودي الإماراتي الآن وعدا تشهد مأساة إنسانية غير مسبوقة ظهر السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون يدعو الانتقال لإلغاء إعلان الحكم الذاتي وإتاحة الفرصة لتنفيذ اتفاق الرياض دعوة تضع الانتقال ودائم ورعاته في زاوية حرجة لتمتحن قدرتهم على تفهم دواع المقترح البريطاني ورغبة المجتمع الدولي في إنجاز حل ينهي معاناة أبناء عدن دعوة آرون كانت شاملة لجميع الأطراف وتتضمن مطالبة بإيقاف الحرب والتقدم باتجاه تسوية سياسية شاملة في البلد متسائلا عن كيف يمكن استمرار القتال في هذه الظروف الإنسانية وفيروس كورونا وغيرها لكن دعوته لإلغاء ما يسمى بالإدارة الذاتية في عدن تثير التساؤل عما إذا كان ما قاله يعكس موقف المجتمع الدولي وجديته تجاه المشكلة اليمنية بشكل عام بوصف بريطانيا راعية الملف اليمني في مجلس الأمن بالمقابل ثمت من يتساءل عن رغبة المجلس الانتقالي بالاستجابة للدعوة البريطانية أم أن دعوات كهذه لم تجد لها صدا في أبو ظبي حيث يقيم قادة المجلس ويتلقون التوجيهات من حكام الإمارات